في الفيديو ده هنستعرض أفضل طلب مواقع لإنشاء وتصميم موقع إلكتروني كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي سواء كنت أنت ترغب في إطلاق مدونة شخصية أو موقع تجاري أو حتى موقع لشركتك فإن المنصات دي هتساعدك على تحقيق ذلك بسهولة وسرعة والأهم من كده بدون الحاجة لأي معرفة سابقة بالبرمجة قبل ما نبدأ الفيديو لو أنت أقوم مرة تزورنا في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس يلا بينا نبدأ الفيديو أول موقع معنا النهاردة هو موقع هوكوز دوت كوم وهو موقع بيسمح لك أنك تصمم موقعك الإلكتروني وسطة الزكاء الاصطناعي موقع حندخل على اليوريل ده وبعد كده بمتال بساطة حنكتب الإيميل بتاعنا ونقول له create my website بعد كده حيسألني شوية أسئلة حبتلي أن أجاوب عليها بالتدريج يعني أنا مثلا بيسألني إيه هو نوع البزنس بتاعك أنا حقول له offer service طب إيه هي نوع service ممكن مثلا من creative أختار advertising agency مثلا وكالة إعلانات أنا بيسألني أسئلة تانية بناء على السؤال اللي هو سأله لي قبل كده إيه نوعية الخدمات اللي أنت بتقدمها أنا بيسألك إيه نوعية الخدمات اللي أنت عايزها من الويب سايت ده فممكن مثلا أقول له أنا عايز أخد حكوزات من العملة ممكن مثلا عايز أنه هو يبقى فيه بلوج وعايز كمان أخد أراء العملة continue أنا بيسألك فين عنوان البزنس بتاعك لو عايز تدخله ممكن ممكن تقول له online business only بعد كده بيسألك إيه هو اسم البزنس بتاعك ممكن أنا مثلا حسميه بسيطة advertising بعدين continue اختار أكتر ثلاث حاجات بتميز البزنس بتاعك ممكن تختار أي حاجة أنت عايزها محتاج الزوار في الويب سايت يكلموك إزاي فأنت ممكن تختار مثلا بالإيميل وcontact form لو أنت مثلا قلت له إيميل فأنت لازم تدخل الإيميل بعدين بقول له add بعدين continue بعد كده هؤمن المعلومات اللي أخدها منك عمل لك ويب سايت مبدئي ممكن تختار ما بين أكتر من style من عليمين زي ما أنت شايف كده ده الstyle التاني وده الstyle التالت هنختار تاني واحد مثلا ممكن كمان تغير بلدة الألوان مثلا لو أنا اخترت نوعية الألوان دي بيغير لي الألوان بتاعت الويب سايت تماما وبعد كده بختار نوعية font مثلا ممكن أختار الفونت ده لطيف وبعدين بقول له create my website هو كده خلاص خير مني كل المعلومات اللي هو عايزها وبيبتد إن هو يعمل الويب سايت ده بناء على المعلومات اللي أخدها مني كلها خلصت خالص بعندي ويب سايت كامل بناء على كل المعلومات اللي أنا ادتهاله خلونا كده نلقي نظرة الأول على الويب سايت ده بعد ما خلصناه خالص يعني من هنا كده ممكن أقول له view website ده الويب سايت بتاعنا يا جماعة ويب سايت كامل ده العنوان بتاعه أي حد ده هتديله العنوان ده هيقدر يخش على الويب سايت ده ويقدر كمان إن هو يستخدم الcontact form اللي في الويب سايت ده علشان يبعث لك email أو يكونتكت معاك أو يحجز خدمة معينة أنت بتقدمها هاي باعزين نتعلم إزاي نقدر إن إحنا نغير في الويب سايت ده عن طريق موقع هنبتدي مثلا أول حاجة إن إحنا مثلا نغير في اللوجو فأنا من هنا كده ممكن نعمل logo text أو image هقول له image وبعدين بيفتح لي الصفحة اللي انتوا شايفينها دي عنده حاجة اسمها my images هنا ممكن أنا أبلود صور من عندي هو كمسلا أقول له upload new media وأختار مسلا اللوجو بتاعي وادوس عليه كده وبعدين أبتدي إن أنا أعلم الجزئية اللي أنا عايزها تبقى ظاهرة من logo وبعدين بقول له save image بقى أنا كده غيرت اللوجو عندي فوق مجموعة من الصفحات لو عملت click على أي صفحة منهم هيوديني على اللزاين بتاع الصفحة دي زي ما نشايفين كده زين كامل متكامل طبعا هتحتاج إن انت تعمل تعديلات على الكلام ده علشان تعمله مثلا باللغة العربية يعني مثلا هنا في ال home بدت إن أنا أغيرها واخليها بالعربي مثلا واسميها الصفحة الرئيسية زي ما نشايفين كده تمام فإدرينا إن احنا نغير الاسم لو أنا عايز مثلا التايتل ده عايز أغيره ممكن أخذه كده ايه copy في جوجل ترانسليت أفضل وكالة إعلانية مثلا وبتدي إن أنا هنا كده أعوم وغير التايتل ده أغير كمان الجزئية لتحته دي copy وضع لجوجل ترانسليت كده أنا غيرت الجزئية لفوق دي بمنتهى السهولة ما فيش أي مشكلة لو أنا الصورة اللي برا دي عايز أغيرها برضو بكليك هنا وبقدر إن أنا أغيرها كل جزئية في الموقع ممكن إن أنت تغيرها أو تخليها بتلينك على حتة تانية بره لو أنا في جزئية في الموقع مثلا أنا وقف عليها وعايز أغير الشكل بتاعها فعندي زرار هنا اسمه change variation لو دوست عليه هديني أكتر من اختيار للدزاين بتاعي الجزئية دي يعني أنا الفوتر مثلا عايز أحط فيه اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي فبعمل كده بقول له save changes بقع عندي لينكات السوشيال ميديا عايز أغير أي حاجة فيهم بقدر إن أنا أغيرها بمنتهى السهولة زي ما أنت شايفين صيد في منتهى الجمال كمان الصيد ده بيمتاز إن هو فيه blog يعني أنا ممكن أقف هنا كده وبعدين أدخل على قسم ال blog هنا مثلا حقول له I'm just getting started أنا لسه ببدأ شكل ال blog بتاعك هيبقى عامل إزاي ممكن نختار مثلا الشكل ده وقول له continue فهم في منتهى البساطة عملي blog وعملي كمان جوة blog sample أو أمثلة لبلوجات ممكن أن أنا أقدر أن أنا بتدي بيها طعا أي صفحة من دول عايز أن أنا أغيرها فبدوس عليها كده وببتدي أن أنا أغير في التصميم اللي جواها أو في الكلام أو المحتوى اللي جواها عايز أعمله بالعربي ما فيش مشكلة عايز أسيبه بالإنجليزي تمام برضو طب إحنا خلصنا كل الكلام ده خالص عايزين بقى نشوف اللي احنا التاجرات اللي احنا عملناها دي اشتجلت ولا لأ عقف على عنوان الموقع بتاعي ده كده وبعدين هقول له refresh زي ما نشايفين احنا كنا غيرنا اللوجو غيرنا التايتل اللي هنا والكلام اللي هنا وغيرنا كمان الفوتر زي ما انتم شايفين كده حاجة في منتهى الجمال والروعة طب خلا نشوف الفورمة دي شغالة ولا لأ انا مثلا حكتب تجربة اتصال من الموقع اقول له submit thank you for contacting us فتمام مفروض ان انا لو دخلت عن ميل بتاعي لو دخلنا على الجيميل بتاعنا كده هنلاقي فعلا ان في حد حاول ان هو يتصل بنا تجربة اتصال من الموقع موقع في منتهى الجمال والروعة وكل حاجة حرفيا كل حاجة انت عايز تغيرها تقدر انك تغيرها بمنتهى سهولة والاهم من كل ده ان احنا كل اللي احنا عملناه ده لحد دلوقتي مجاني طب امتى هدفع فلوس لو انا عايز اعمل domain name او عنوان مخصص للويب سايت بتاعي يعني لو جيت هنا مثلا وجيت قلت له upgrade هو مثلا هيدفعني في الشهر 15 دولار هتاخد custom domain هيقدر ان هو يأكسبت منك مدفوعات هيبقى عندك الايميل الخاص بيك فانت كل انت ممكن تعمله ان انت تجرب الاول وبعد كده لو الدنيا مشيت معاك وحاسيت ان البيزنس معاك فعلا الويب سايت فرق معاك يبقى ممكن انت فعلا تدخل معاهم في الخطة المدفوعة الموقع التاني اللي معنا النمهاردة هو موقع mixo.io الموقع ده بيمتاز بان هو سهل جدا وبسيط جدا هقول له get started for free هنا بيطلب منك انك توصف الفكرة او البيزنس اللي انت عايز تعمله لو انت الفكرة مش في دماغك ممكن تقول له try some examples فهيديك شوية امثلة يعني مثلا هنا بيقول لي online travel agent يعني شركة سياحة online فانا هقول له ان هو ده موجود في مصر مش في اسباني واقول له generate site يبتدي ان هو بالكلمة بس اللي هو اخدها مني او بالسطر اللي هو اخده مني ده ان هو يعمل لي site بالكامل زي ما انت شايفين ده site بتاعنا او landing page بتاعتنا عشان نبقى لق بالكامل عشان كنت كتبت له ان الشركة دي في ايجيبت فابتدى ان هو يحط صور خاصة بالاثارة المصرية طب انا خلصت خلاص خالص هقول له save and customize يبتدي ان هو يطلب مني ان انا login بالميل بتاعي بعد ما عملت login هقول له save and customize عشان ابتدي ان انا عدل في الصفحة بتاعتي وهو هنا بيقول لي تمام احنا عملنا لك الويب سايت بتاعك تحب ان انت تستخدم الخطة المدفوعة لا احنا دلوقتي مش هنستخدم الخطة المدفوعة احنا عايزين خطة مجانية عادي جدا ببساطة شديدة جدا هتلاقي عندك tool bar على الشمال tool برده انت تقدر تغير منه اي حاجة موجودة في السايت يعني عايزة اغير مسلا عنوان ده بغيره من هنا عايزة اغير الside title بتاعه عايزة اغير الصورة عايزة اضيف مسلا section جديد بتاع ريتنجز مسلا زي ما انت شايفين الضف عندي تحته وانا جيت مسلا عندي section faqs او الاسئلة الشائعة عايزة احط section للاسئلة الشائعة وانا لما دوست عليه كده هنلاقي ان هو ظهر تحت هدي الجزئي بتاعت انا شلتها ايه رجعتها تاني اقدر ان انا اقدت في اي سؤال من دول جزئية اللي تحت دي اقدر اشيلها واحطها عادي جدا فوتر لو انا عايز فوتر واحط في الحاجات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي يعني مثلا هنا هقوله شو لينك هاد الفيسبوك واد انستجرام واد يوتيوب مثلا ومنطقة البساطة خلاصت خالص بقوله publish في النهاية بيديني العنوان بتاع موقع بتاعي لو دوست عليه كده ضم موقع النهائي اللي اقدر اديه لأي حد يدخل عليه هيشوف الخدمات بتاعتي ومنتهى السهولة والبساطة طبعا اي حد عايز اشترك في موقع بتاعك او الميل لست بتاعتك ممكن هو يدخل ايميله هنا وانت بعد كده تبقى تبعت لهم عروض او افرات اسبوعيا او شهريا الويب سايت التالت اللي معنا النهاردة اسمه pineapplebuilder.com pineapplebuilder.com زي ما انت شايفين كده هقوله try now او for free بعدين هيسألني على الشكل العام او التمبلت اللي انا هستخدمه للويب سايت بتاعي ممكن اختار دي مسلا اقول له ايه 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 ممكن من هنا اعدل في الالوان شوية اه وممكن اختار color palette مختلفة ممكن مثلا اختار دي ممكن هنا مسلا اغير الفونت ومن هنا اغير شكل الزراير زي ما انت شايفين كده بعد كده بقول له next هو هنا عن طريق شات جي بي تي هيساعدني في ان انا اعمل content بتاعت الويب سايت بتاعي فهو بيشترط علي ان انا دخل عوالي 80 كلمة وصف الويب سايت بتاعي ممكن ان انا استخدم شات جي بي تي عشان اعمل وصف ده يعني انا جيت هنا قلت له اريد وصف من 80 كلمة الاتي شركة سياحية عبر الانترنت ساعدك في حاجزة افضل رحلات في مصر وهو عمل الوصف ده هستخدمه في الموقع فانا هنا اخدت الوصف من شات جي بي تي وحطيته هنا وبعد كده بيقول لي ايه تارجت اوديونس بتاعك او الناس اللي هتزوروا موقع بتاعك فانا قلت له محبي الصفار والسياحة او السياحة والصفار هو هنا بالتدريج ابتدا ان هو يعمل كل سيكشن في الويب سايت بتاعي وكل صفحة هو محتاج يعملها عن طريق البيانات اللي انا ادتهاله طبعا الميزة هنا ان هو وفر عليها وقت ومجهود ان انا اعمل content فابتدا ان هو عن طريق شوية الكلام اللي انا كده بتقوله بالعربي يبتدا ان هو عملي content بتاع الويب سايت بالكامل بعد ما بفلص خالص بقوله next بيسألني عايز تسمي الويب سايت بتاعك ايه فانا حقوله مثلا بسيطة travel بعد next كذا انا خلصت الويب سايت بتاعي بالكامل والويب سايت زي ما نشافيه معمول بالعربي ما عملتش فيه ما كتبتش فيه سطر كود ولا تعيبت في اي حاجة ممكن طبعا اي سيكشن من دول انا اعدل فيه وانتهى السهولة مفيش مشكلة خالص ممكن اعدل في ترتيبه ممكن ادليته زي ما عملنا في الويب سايت سلة قبل كده لو انا خلصت خالص بقوله publish وبعدين publish live page لو عايز اعرف عنوان الويب سايت بتاعي او ال url النهائي بادوس على ال url ده كده هيفتحولي في new page زي ما انت شايفين ده الويب سايت بتاعي بالكامل وكمان بانميشن حاجة يعني جميلة جدا 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 بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة لو عاقبت الفيديو ما تنساش اللايك والشير ولو او مرة تشرفنا في القناة ما تنساش تشترك وادفعل زر الجرس عشان يوصلك من هنا كل جديد واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة